أهلا بكم من جديد في وسط الصحراء الليبية تقع مدينة غدامس القديمة الغنية بالمواقع الأثرية يعود تاريخها إلى العصر الرومني إذ وجدت نقوش حجرية تدل على وجود حياة في هذه المنطقة منذ عشرة ألاف سنة لكنها ولسنوات مدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر وذلك بسبب الأهمال وهجرة الكثير من سكانها لؤلؤة الصحراء الليبية مدينة غدامس القديمة شبه مهجورة اليوم لكنها تقف صامدة منذ أكثر من عشرة آلاف عام المدينة القديمة طبعا بنيت على أن يعيش فيها الإنسان بنسبة عالية من الرفاهية بالنسبة للمدن القديمة في تلك الفترة ففيها المدينة القديمة مباني تتيح الفرصة للأسرة في حياة كريمة وحياة شبه متكاملة في أغراضها تقع غدامس قرب بوثلث تلتقي فيه حدود ليبيا وتونس والجزائر عرفت تاريخيا بمدينة القوافل وضعتها اليونسكو على قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر ففيها آثار رومانية وبقايا قصور وجامع قديم وقلعة عثمانية وحصون لا يوجد مبرر كبير في أن توجد تضع لأغدام سلاحة الخطر إلا أن الدولة الليبية منذ اعتراف اليونسكو بأغدامس كمدينة عالمية أو ضمن تراث التقافي العالمي ليبيا لم تقم بتقديم أو استكمال الملفات التراثية لهذه المدينة وأيضا لمواقع الأخرى هذا ما دفع ربما لنسكو لوضح لاحة الخطر لتحفيز الجهات الرسمية مد المياه ووسائل النقل الحديثة جذبت الناس بعيدا عن المدينة القديمة غادرها معظم سكانها ليبقى 25 ألف نسمة فقط في بيوت ذات طراز خاص في السابق كانت مادة الطوب ومادة الطين والشهادية تحتاج لصيانات دورية في السنة بعد انتقال السكان من المدينة القديمة إلى الحديثة حصل نوع من الإهمال هذا ما أدى إلى أن المدينة القديمة تفقد صياناتها الدورية السكان كانوا بشكل تلقائي يصون بيتها وشارعة وميدانة وزاويتها مكان من أقدم مدينة قبل الصحراء كما تصفه اليونسكو فتراث غدامس وآثارها سورها ونخيلها تشهد على عظمة تاريخها نرحب معنا من ترابلوس بالسيد رمضان الشيباني وهو خبير آثار في مصلحة الآثار الليبية أهلا وسلم بك معنا سيد رمضان غدامس أدرجت من قبل اليونسكو على لائحة المواقع المعرضة للخطر كان هذا عام 2016 منذ ذلك الحين ما هي الخطوات التي اتخذت لإنقاذ هذه المدينة من الخطر الذي يتهدتها أهلا وسهلا مساء الخير لك ولكل المشاهدين الحقيقة مدينة غدامس لها خصوصيتها من ناحية تاريخية ومن ناحية المعمار ومن ناحية الاجتماعية ومن جميع النواحي وهي تختلف على كل المدن الأخرى القديمة وكما ذكرتم في تقريركم بأنها ترجع إلى ألفين سنة أو أكثر يعني أقدم بذلك بكثير الإجراءات التي طبعا وضعت مواقع الترث العالمي في ليبيا في لائحة الخطر ليس لأنها جميعها متداهورة ووضعها سيئة ولكن لظروف سياسية لظروف أمنية لوضع أو التدبد بالأمن في البلد وعدم الاستقرار السياسي فوضعت كل مواقع الترث العالمي في ليبيا نعم ولكن في خطر المباني محددة بالانهيار وبيت السقوط يعني هل من خطة وضعت لإنقاط هذه المباني؟ نعم الحقيقة غدامس هي أوفر حظا من كل المدر الأخرى أو بكل مواقع الترث العالمي الأخرى طبعا هناك صحيح بعض المبانية معرضة للخطر والانهيار خصوصا هناك عوامل تداهور أو عوامل بشرية وعوامل طبيعية فالعوامل الطبيعية هي المؤثرة بشكل كبير جدا في مدينة غدامس خصوصا المتغيرات الأخيرة في المناخ يعني من سنتين مضت كيف تتناولون هذا الموضوع أنتم في مصلحة الأثار الليبية؟ نعم مصلحة الأثار قامت ببعض الأعمال المتواضعة جدا يعني لحماية هذه المدينة ولكن هناك جهاز اسمه جهاز حماية وتطوير مدينة غدامس وأيضا سكان والآله هم اللي قائمين بالدرجة الأولى أو بشكل أفضل لحماية هذه المدينة أنا شخصيا من أشهر قليلة في مضت رحت لإغدامس أكثر من مرتين ولاحظت أن هناك كثير من أعمال الترميم اللي يقوم بها هذا الجهاز وأيضا بالتعاون مع مصلحة الأثار وبعض المواطنين لديهم خبرة في صناعة الطوب لأنها مدينة بنيت من الطين واللبن فهناك مجهودات تبدل من قبل هذا الجهاز لحماية هذه المدينة وخصوصا المواقع المعرضة للخطر يعني من قبل سنتين تعرضت نتيجة الأمطار التي هطلت تعرضت بعض الجوانب من هذه المدينة إلى انهيارات ولكن الحمد لله يعني بفضل هذا الجهاز وهو جهاز تطوير مدينة تغدامس وحمايتها قاموا بترميم جزء كبير من الانهيارات التي حدثت من هذه المبني كيف يتم التواصل مع اليونسكو ولجنة التراث العالمي وهناك أيضا لجنة مقتصة بمدينة تغدامس هل يعني يجري ذلك في إطار النقاشات والتوصيات فقط أم أن هناك بالفعل تعاون بين الجانب الليبي وهذه الجهات الدولية وربما تعويل عليها أيضا لإنقاذ غدامس نعم طبعا هناك إجراءات أقيمة هناك لجنة على مستوى كبير جدا عالي من الخبراء ومن المسؤولين بخصوص كل مواقع التراث العالمي إلا أنه أعطوا خصوصية كبيرة جدا لمدينة تغدامس بحكم أن التدهور فيها يختلف على المواقع الأخرى وغير كبير فقاموا بالتعاون مع جهاز مصلحة لتار وجهاز حماية مدينة تغدامس بالتعاون مع المندوبية الليبية في اليونيسكو بتقديم تقرير لإخراج مدينة تغدامس من لائحة الخطر وقدم ملف وتقريبا الملف حاليا معروض على طاولة اليونيسكو لإخراج هذه المدينة فهي محاولات من مصلحة لتار أيضا على الأرض هناك شغل كبير جدا يقام في مدينة تغدامس والفضل يرجع إلى جهاز حماية مدينة تغدامس وتطويرها فقايمين بشغل حقيقة رائع جدا في ترميم بعض المباني العامة إضافة إلى الشوارع إضافة إلى تنظيف المباني إلى أيضا العيون المياه التي كانت في المدينة تم تنظيفها خصوصا عين الفرس اللي هي العين الرئيسية وتنظيف كل مسالك المياه والمجاري اللي داخل المدينة القديمة وأيضا الاهتمام بالبساتين التي موجودة حول المدينة لأن هذا نوع من الحماية من الرياح خصوصا من منطقة صحراوية لأنها تعرضت من سنتين فاتوا تقريبا إلى حريق كبير جدا أتر سلبا على حماية المدينة وحاليا هناك مجهودات طيبة لإخراج هذه المدينة من لائحة الخطر الحقيقي وليس الخطر اللي هو طبعا بنعم رمضان الشيباني جزيل شكر لك خبير الآثار في مصلحة الآثار الليبية خبير الآثار اللي هو طبعا بنعم